صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله أخوان الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي رواها وجمعها الإمام مسلم في كتابه الصحيح ونتناول هذه الأحاديث ببيان أهم المفردات والمعاني ثم بعد ذلك نشرع بتوضيح وشرح أهم هذه الأحكام التي احتوت عليها هذه الأحاديث ونختم بعد ذلك بأهم الفوائد أخوان الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم من الأخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو أهلا وسهلا بكم أخوان الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب السير من كتاب صحيح لإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهذا الحديث هو حديث من عمر رضي الله عنهما هو في باب أنهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو مخافة أن يناله العدو أخوان الكرام أخوات الكريمات الإسلام حثنا على إنزال كتاب الله عز وجل المنزلة العظيمة واللائقة به وتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل والذي بين دفتيه كلام الله عز وجل الذي هو الوحي المنزل من خلال الوحي المنزل من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فكتب في هذه الصحف وحفظه الله عز وجل من التقيير والتبديل والتحريف إلى يوم الدين لا يمسه إلا المطهرون فلذلك لابد من توقير كلام الله عز وجل نحن عندما نوقر هذا المصحف إنما نوقر كلام الله عز وجل وعندما نوقر كلام الله عز وجل فإننا نوقر ونعظم الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب الذي هو خاتم الكتب وأنزله على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي هو خاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام لذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الخير وأرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ومن هذه الأمور علمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأرشدهم على تكريم كتاب الله عز وجل وعلى توقير كتاب الله عز وجل وعلى صيانة هذا القرآن العظيم وحفظه من كل أذى يمسه أو يقلل من قدسيته لذلك جاء في هذا الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم من السفر بالمصحف إلى أرض العدو والمقصود بالقرآن هنا المكتوب لا المحفوظ يعني في الصدور الصدور كل الناس تحفظوا كتاب الله عز وجل والمقصد في ذلك أخواني الكرام وأخواتنا الكريمات مخافة وخشية أن ينال هذا المصحف السوء أو عدم التوقير من أعداء الله من اليهود من النصارى من أي يعني ملة منحرفة ويقول الشيخ بعز الراجح حفظ الله في شرح هذا الحديث قال قوله مخافة أن يناله العدو قال هذه العبارة يعني هي مدرجة عند الإمام مالك وأصل الحديث نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وقال الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن يعني المصحف فدل على أن القرآن في المصحف وقوله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال المراد بأرض العدو هي أرض الكفار عندما تخرج من بلدك الدولة المسلمة تسافر إلى أراضي بعيدة من أراض الكفار وقد حصل ذلك من بعض الدول الأجنبية التي فيها حقد على الإسلام والمسلمين وعلى أمة الإسلام وعلى الشريعة الإسلامية فأخذوا يدنسون كتاب الله ويحرقون كتاب الله عز وجل فلذلك هذا النهي يعني هو لتوقير كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك يتضمن النهي عن السفر بالقرآن تارة وبالمصاحف تارة يعني كما قال العلماء وهناك خلاف بين بعض الفقهاء في السفر بالمصاحف إلى أرض الكفار يعني هل يقتضي منع المسافر بالمصحف إلى دار الكفر هل يكون ذلك مطلقا سواء كانت دار حرب أو دار عهد وقد صرح به غير واحد من العلم فحكى الأنصار عليه رحمة الله تعالى في شرح الروض قال إنهم اتفقوا على أنه يحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيفت يعني وقوعه في أيديهم وأيضا قال في المجموع ومحله إذا خيفة وقوعه بأيديهم لما فيه من تعريضه للامتهان إذن إذا خيفة أن يقع بأيدي الكفار ويتم امتهانه فلا يجوز أن يسافر بالمصحف أما إذا كان هناك يعني عهد وأمان على هذه الدولة ومتأكد أنه لا يتم تدريسه فلا بأس بالسفر بهذا المصحف والأفضل هو الاحتياط من ذلك خصوصا الآن يعني المصحف أصبحت في الهواتف وفي الحاسب الآلي ما يسمى بعض الجهزة الإلكترونية ويستطيع كل مسلم أن يقرأها إذا خيفة من امتهان كتاب الله أخونا الكرام في هذا الحديث يتبين لنا أهمية تعظيم كتاب الله عز وجل أهمية توقير كلام الله عز وجل أهمية وضع المكان اللازمة بكلام الله عز وجل وللقرآن الكريم هذا وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فارعد بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر